اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نجربها معكم اخذ هذه البيضات نخلطها مع زبدة مع سكر و سكرفاني نضيف البيضات و سكرفاني و سكرفاني والبيضات سوف نضيف الزبدة سكر سكرفاني 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 والجوش والفانيال سوف نقوم بتربية جيدة حتى بيضة موس 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 نضيف حليب خلطة حليب خلطة حليب سوف نضيف حليب هذا الحليب نضيف حليب خلطة حليب نضيف حليب دبعو نضيف حليب نضيف بودرة 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 اللوز نخلطها جيدا نضيفها 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 بعدها نضيفها 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 لا تنسى البنات يجب أن يكون خمارة استعملت خمارة 11 غرام إذا كنت أعرف في المغرب لا يوجد 11 غرام أو 7 غرام يجب أن يكون هناك حسابة خمارة 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 لا يوجد زبدة أكثر لا يوجد زبدة أكثر وهاهة نجد المل سنستعمل المل الأمر يجب أن يكون هناك سوف نسيب المل البابير سوف نفتر نضيف ونضيف قبل تبدأ تخلط اضيفة الكاك تضيف بحق سوف يتسخن لكي يكن يجب علي الوصول لجعله من المزل يجب علي من المزل اشتركوا في القناة 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 سوف نحتاج جوش المعالق غازي للطقاء و نحتاج جوش المعالق كبار و نحتاج الميال و غليكوز سوف نقوم بعمل قليل و نحتاج المعالق كبير سوف نقوم بعمل قليل سوف نضيف 50 غ زبدة و 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 نضيف 50 غ زبدة دمانا سوف نقاضي الاطلاع 100 غ سوف نضيف 60 غ الزلط ما سوف نضيف 50 غ رافila سوف نضيف 40 غ و نضيف 3елен غvre المنطقة يكون البناطية قامت في الدقيق ولكن يكون قد يكون الضوء يمكن أن نكون الضوء نضيف الدوب ونضيف الخليطة لا يمكن أن نضيف الدوب المترجم للقديم سوف نضغط على هذا الخليل سوف نضغط على هذا الخليل سوف نضغط على الكرام السوق العمل سوف نضغط الأسلة export بيت سوف نضغط الأسل نضغط الأسسل نضغط الأسل نضغط الأسسل يبدو أن يختار جيدا يبدو أن يختار جيدا جيدا سوف نضيفه ونخليه حتى نخرج الكيك ونضيفه 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 ندخل الكيك بالفران 11 دقائق ونضيفه ونضيفه بعد 20 أو 30 دقائق ونضيفه ونضيفه لن تحمر ونضيفه إذا نضيفه حتى نضيفه ونرى كيف يخرج ونضيفه ونضيفه حرارة فران ونضيفه يجب أن تحمرون من المصدر المرغة نحن 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 نقوم بعمل المنزل يجب أن تفضل الزبدة الزبدة في الأول نخلطها مع كل شيء كماشتو. متو مايلا قدرتو تخلطوها غير ماسكات و تطربوها مزين مزين مزين. حتى تبالي كوملات دابت بالفوي. عادة زيدو عليها السميتو. زيدو عليها الفانيو زيدو عليها البيض. هذا البرمير. لدوزيام سيزاماند. لزاماند افيله هادو ليزت انا من الفوق. إلا بغيتو تقدروا تحمروهم في المقلة. ماي اردو ليهم البر كيت تحرقو بالزربة. حمروهم شي شوية في المقلة. هاد خلطوهم مع القرنيتور اللي أطيتكم قبيلة. مهم انتو كا. درتو هادشي ولا ما درتوش. مهم إلا درتو هاكا. غاية ستسخة بلو فاسيل. غاية تزبيطة غاية الدوب لكم زيان مزين 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 مزين. غاية غاية دولة لزانج غاية. لزاماند غايكونو دجا تحمرو شوية. غاية درجة غاية تحمرو شوية. جدا نتبريد. غاية دير مولي. ونرجعو. كيف تشوفها البنات. ها هو القاتو ديانا. كيف يجي. راكيجي زوين كيجي محمل. كيجي غزال. ودجا هاد الوصفة اللي درتلي. راكيج حلو ازاف. كيجي مزين ميرا واسود. تنقصوا الحلاوة نقصوا شوية من كنت تدير سكر راح كيجي فريمان بنين وما غيرت تجربوه اول بنات المهم لي جرباتوا اه تكتب ليه ان كومنتر اه راح كيجي زوين الى حسابي الوصفة ديالي راح شحنو حتجربها ودي ما كتدق الجغزالة اه الى كنتو بغيتونين ندير لكم شي وصفة للشي كيك ولا شي حاجة خليو هالياته هي ان كومنتر ابونيو ما تنساو شكرا ما تخرجو من هاد الفيديو اي شكرا بززاف حتكملتوا هاد الفيديو تالخار